ومعنا في الستوديو محمد المصطفى البدر الدين الأمين العام لحزب اتحاد قوى التقدم أهلا وسهلا أهلا وسهلا ذن المنتدى يقرر إغلاق باب الحوار إلى أن يتم التراجع عن تصريحات بعض وزراء الحكومة هل كنتم تتحينون فرصة كهذه لإغلاق باب الحوار؟ الحقيقة عن باب الحوار كان مغلوق وكان مغلق من طرف النظام نفس هذا ما كنتم تقولونه الآن تقولون أنتم بإغلاقه نعم لأن الوضع أصبح خطير لأن نظام يهيئ لخلق الدستور الموريتاني في مواده المحصنة لا يمكن الحوار معه لكن فيما تجسدت هذه التهيئة؟ هل هناك فعلا تهيئ لتغيير هذا الدستور؟ نحن بعد من أن نجحه في الانتخابات المزورة 2014 تنبعنا بأنه يدور يغير الدستور من أجل مأمورية ذلك وسبب ذلك علينا هو أنه نعت تعلق بالسلطة وتعطش على منافعها خاصة منافعها المادي لأنه يجرى وراه ملفات خطيرة ما دونها قدت لا دونها قضية المخدرات لكن الآن ما الذي يجعلكم تقولون بأن هناك تهيئة فعلا لتعديل الدستور؟ حني حني هذا الملفات نعرف عنه ما هو لا يقبله يمشي وخليها وراه وبالتالي هذا نعرفه في غريك سعى كذب عنها هو وكذبوا عنها أنصاره واسكتنا قلنا إن شاء الله عودة اللي قالوا حق اليوم هو وزراء هم أقرب للخالق وزير المالية هو وزير العدل اللي هو حافظ الخواتب واللي هو مسؤول عن العدل والقوانين الموريثاني وقالوا عنهم طالبين تغيير الدستور طالبين صاحب العدل قال عنه طالب من البرلمان والبرلمانيين أنهم يطالبوا مؤمورية ثالثة ورابعة على الرئيس وقال أيضا بأنه تحدث بصفته الشخصية وليست الرسمية ما العيب في ذلك عبر عن موقفه الشخصي ذلك قالوا بعد ذلك يغير احنا نعرف الوزراء نعرف عنهم ما يقدروا يتحدثوا بصفتهم الشخصية ما عندهم ذلك من جراءة ولا عندهم ذلك من استقلالية في الرأي ولا عندهم حتى ذلك من حرص على مصالح الوطن وحرية التعبير نعرف عنهم وخصوصا من المعنيين نعرف عنهم ما يتكلموا ما هو عن أوامر معطية لهم أو الشيء عرفوا عنه مقبول من طرف الرئيس ثانيا هو أمام البرلمان ما هو صفته الشخصية هو أمام البرلمان يدافع عن قوانين تتعني البلاد وجايب باسم الحكومة لكن هو رجل سياسي ولديه موقف سياسي من حقه أن يعبر عنه في أي مكان ما العيب في ذلك ليس له الحق ولا خارج حد عنده الحق في توطى على الدستور الموريتاني يسبب القول ويسبب الفعل هذا لم يحصل لا قولا ولا فعلا هو فقط طالب بتمديد لمأموري وهذا من حقه وأمر طبيعي وقال بأنه طالب به بصفته الشخصية لماذا تعتبرون أن هناك فعلا ما يشي بأن هناك تعديل دستوري هل حصل فعلا ما يزبط ذلك هناك خمس قضايا حصنها الدستور الموريتاني وقال عنها لا يمكن تعديلها منها قضية المأموريات ومنها الشريعة الإسلامية ومنها الحوزة الترابية ومنها الطبيعة الجمهورية للبلد ومنها التعددية السياسية ومنيني طالب بتمديد مأموري للرئيس لا كيف لا طالب بأن الموريتاني يا الله تحطط طبق المسيحية والله تحطط طبق اليهودي هذا هو كيف حدقان تمدد مأمورية الرئيس مرة ثالثة لهذه القضايا كاملة قال الدستور عنها لا يمكن تعديلها وبالتالي هي لم تعدل بعد هي لم تعدل هو عبر عن رأيي لا ما عنده الحق فيقول ما عنده الحق فيقول عن الدستور المادة المحصنة فيه عنها تبدل وعنها تغير الآن وقد قال ذلك هل من حقكم أنتم أيضا أن تطالبونه بالاستقالة نعم أي حق وأي صفة تجعلكم تطالبونه بذلك لأنه خرق الدستور أي حد خرق الدستور الدستور لا ينص على أن يطالب أحد بتمديد مأمورية للرئيس ولا ينص على أن لا يعبر أحد عن رأيه الشخصي نعم الدستور قال هذه المواد له لا يمكن تعديلها لين يقوم وزير وخاصة وزير العدل ويقول أنا أطالب الناس أن تطالب بتغيير هذا الدستور هذا يعني خرق للدستور قولا وهذا ما عند حد فيه الحق وخصوصا وزير ولا يحق له هذا وهو يعرفه يغير قاصده وإحنا ما نمسامحين ولا نقابل من اعتذار وهو قال ما اعتذره قال ما هو ما اعتذره قال ما هو صاحب ذلك وبالتالي هو واصحابه اللي قال ذلكلام بالنسبة لنا ذاك اللي قاله ما هو كلامهم موحدهم ذاك كلام الحكومة الموريتانية وخصوصا رأس الحكومة الموريتانية بهلي السفيه إذا لم ينهل هو هو مأمور وبالتالي منين عدلوا هذا قال صاحب المالية ذلكلام أن الرئيس يستحق مأمورية هالثة ورابعة ولا ننزق عنه وجعاق بوزير العدل وقال يا ربك مطالب وفتادي للدستور ولا ننزق عنه وجعاق ناطق باسم الحكومة وقال عن هذه المسألة قام طالب بها الشعب الموريتاني كامل إذا لم يتلك لا بالوزراء قال إنها قد تكون مطلبا لدى الشعب على اعتبار أن الرئيس انتخب بأغلبية من طرف الشعب الموريتاني ما قال قد قال إنها مطلب شعبي هكذا قال قال بأنها قد تكون مطلب شعبي على اعتبار أن الرئيس انتخب من طرف أغلبية ساحقة من الشعب الموريتاني قال انتخب المأمورية ثانية فقط ما هو مأمورية ثالثة والدستور يمنع مأمورية ثالثة وبالتالي هذا الكال خرق متعمد للدستور على الأقل من له واللفل والفعل واحد وبالتالي احنا مصرين عن هذا الوزراء القارض الكلام عنهم خرقوا الدستور الموريتاني وعنهم مسؤولية الرئيس اذا لم يقلهم واذا لم يعتذروا القضية عن الحكومة كاملة بما فيها رئيسه وبالتالي احنا على هذا الاساس نستنكر هذا العبث بالدستور ونستنكر التطاول على الشعب الموريتاني وتطيع إرادته به الدستور الموريتاني يعبر عن إرادة الشعب الموريتاني وإلى عادوا بهم من الشعب الموريتاني إرادته قالوا هم عنه رأي تغيير الدستور هذا قالوا لهم الشعب فات عبر عنده تعبير فات عبر عنه ما هو قابل تغيير الدستور ذي المسائل الخمسة منهم المؤموريات وبالتالي كلامهم ضد إرادة الشعب الموريتاني وضد الدستور. ما قال ذلك أيضا ما تقولونه أنتم قد لا يكون مطلب الشعبي أيضا لأن تقولونه أنتم فقط على اعتبار. مطلب الشعبي. إحنا عندنا دستور مصادق عليه بنسبة 75% من أصوات الشعب الموريتاني وفيه المواد محصنها الشعب الموريتاني ولا فهم ظاهرتي أرادة أخرى من القبضة. لكن الأرادة تتحقق حينما يكون هناك فعلا استفتاء على تعديل دستور ويكون بالرفض. حينها تقولون الإرادة فعلا معكم. قفال الشعب أمام جميع الأبواء. ولا تقدي صحي. والشعب ما طالب به. هو عامل والعدل جولة. في عامة موريتاني ونقمزوا وحدين التحت. عنهم يقولون يدروا تعديل الدستور. يغل أصواتهم ما صنت لها حد. وكانوا هامهم من يك الجولة تعود يعني مظاهرة للمطالب بتمديد مؤمورياته. إذن ما أخرجت. وهذه جولتكم الأخيرة كانت عكس ذلك. ربما أصوات شعب. إذن ما هو الشعب هو الذي طالبه. الوزراء هم ما يطالبوا به. ما هو الشعب. والوزراء ما عندهم حق يطالبوا به. وبالتالينا نستنكرين العدل. ومطالبين باستقالتهم. وداعين القوة الوطنية الحية في البلاد عنها تستنكر وتوقف ضد هذه الإرادة الخبيرة والخطيرة التعديل الدستور في مواد المحصنة. وكيف قلنا ما قفين الاتصالات كاملة مع السلطة إلين ترجع عن هذا التوجه الذي ذلك. إذن الأستاذ محمد المصطفى والبادردين من العام لحزب الاتحاد قوى التقدم شكرا جزيلا لكم.